صباح الخير النهاردة هنكمل الكلام عن الموسيقار العظيم فريد الأطرش هذا الموسيقار الذي لا يوجد لقب ممكن أن يصفه موسيقار أزمان ملك العودة وكل هذه الألقاب يعني هو موسيقار عظيم بمعنى الكلمة طلب مني وبالذات فيه سيدة فاضلة طلبت مني أكثر من مرة أن أتكلم عن عالمية فريد وعن الأوسمة التي خدتها طبعا هنتكلم عن هذا الموضوع ونكمل ما تكلمنا عنه مرة اللي فاتت آخر مرة يعني أنا عادت فترة ما أعملش فيديوهات لهسباب كثيرة إنما النهاردة أنا نكلم عن عالمية فريد أنا توصلت العالمية فريد من قبل ما يتحدث أحد في العالم العربي عن عالميته وهو أنا ما كنت بعد أذاكر كنت بحب أسمع الراديو من إزاعة مكلسوم لإزاعات أخرى كنت أحب أشاهد على العصر وغواص في بحر النغم كنت أحب غواص في بحر النغم جدا وبالذات عندما يتحدث عن فريد أطرش بالرغم أن الأستاذ عمار الشريع كان مقل لسبب معرفش إيه يمكن أن تحيزه لعبد الوهاب أو غيره إنما هو نفسه كان بيقول إنه هو فريد ده كان أستاذه كان يعني لما تعرف على موسيقته يعني عرف عظام طرنما وظل مقصرا ومقلا في الأحاديث عن أجاني وتحليل أجاني فريد الأطرش فمرة أدور سمعت أغنية باين أنها لغة طبعا لا أعرف اللغة الروسية أيامية أو أيامية بين أنها لغة كما تكون أرمانية أو روسية ما هي ما أعرفش إنما كان اللحن لحن يا ظهرة في خيالي حتى كان عندي أيامية كنت في تانية سنوية أو شيء كان عندي 16 أو 17 سنة فأنا دهت الولدي وقالت له تعالي مش دي موسيقى يا ظهرة في خيالي طبعا الصوت كان مغلوش شوية لأنه كان راديو جايب قناة من محطة إزاعية بعيدة فكان الصوت فعلت آه فعلا ومن هنا علمت أن أخذوا من فريد الأطرش في البداية طبعا كان حصل تشكك هل فريد أخذ منهم؟ لا بس بعدين لما توصلت لا هم أخذوا من فريد الأطرش وزارة في خيالي تعتبر من الأغاني التي تغني عليها بلغات كثيرة جدا منها الروسي منها اليوناني منها الكثير فعالمية فريد الأطرش أساسا هي بدأت من مصر يعني طبعا هو لأنه يلحن ألحان أوريجينال يعني هي طلع منه هو مش مقتبسة مش كده هذه نمرة واحدة شرقية نمرة اثنين ثلاثة كان هناك أبناء الجاليات الأجنبية التي عاشوا في مصر ومصريين مثل الطلاينة مثل اليونانيين مثل الأرمن كانوا يحبوا أسلوب أجاني فريد الأطرش يعني كان لحد أنا ما كنت يعني كنت معرفة يونانيين وطلاينة كثير في القرنة الحين اللي احنا سكنين فيه في وسط البلد كان فيه يونانيين وكان فيه طلاينة فكانوا معظمهم لما تقولهم بتحبوا تسمعوا مين يقولك فريد الأطرش لأن كان أسلوبه في التلحين هو شرقي أصيل بالألحانه منها بالإقاع الشرقي ومنها بإقاعات غربية شوية زي زارة في خيالي زي إياك من حبي زي الحاجات اللي هي فيها يعني إقاع شرقي طبعا وهم يعني مش حاسين مثلا أنهم واخد جملة موسيقية من عندهم يعني إن فيه مطرب مشهور عندهم مثلا أو ملحن مشهور واخد الأغنية دي منه أو يعني هذا اللي هو يعني الأصل إنه هو إنه هو مش مقلد خلاهم ينجذبوا إليه فطبعا ده البداية بتاعة العالمية طبعا فريد أيضا كان له دور في إنه أنا اتكلمت برضو شوية عن الموضوع دوا إنه أبناء الوسط اللي هو وسط البهوات والبشوات والأمراء وكده اللي هم متعلمين تعليم أجنبي شوية أيضا كانوا منجذبين لأغاني فريد وده سبب مشكلة عند عبد الوهاب لأن عبد الوهاب أقحم على هذه الفئة من الناس من خلال أحمد شوقي في وقت ما كان اسمه مطرب الأمراء جي فريد أخذ سحب منه دوا لأن الجيل بقى منجذب لأغاني فريد ليس لأغاني عبد الوهاب لأنه أغاني عبد الوهاب إما مسروقة إما الألحان ليس فيها إقاع ليس فيها روح يعني تحس إنها ألحان اللي هي مترناحة كده ليس له لا طعم ولا لون يعني في بدايات عبد الوهاب كانت ألحانه اللي هي منه هو ما كانتش يعني مش هنتكلم في ده لكن فريد طبعا الغرب والشرق عارف يعني فريده هو من الموسيقيين الوحاد الذي يحمل جنسيات عديدة عندك حامل الجنسية السودانية وجنسية السورية وجنسية اللبنانية وجنسية المصرية والجنسية أعتقد أيضا الأردنية يعني جنسيات عديدة جدا جزائد في الغرب عارفوا قيمة فريد زي وثام الخلود اللي هو يعني لم يعطى إلا لبيتهوفن وكده أو سما أخرى واتعمل عنه فيديوهات كثيرة يعني أفلام وثائقية كثيرة عن من شأه حياته وموسيقته باللغة الفرنسية وبالذات اللغة الفرنسية كانوا مؤلم فرمسويين مهتمين جدا بموسيقته لكن للأسف إحنا في شرقنا وفي مصر والشرق بصفة عامة كان واخد موقف من فريد ولم تذكر هذه الأشياء إلا يعني لو كان مثلا عبدالوهاب ولا خد وسام الخلود ده كان زمانهم عملوا له احتفالات ومشوا في الشرع يهللوا يعني يعني ده دلوقتي بيبقى مطرب يدوبك بيبزع له أونية في مرأس تافه في بلد غربية الكل بيقول له أنت وصلت يعني إنما فريد وصل وكان له بقوة إنما للأسف كان هناك دائما تجاهل من الإعلام المصري وهنبقى نتكلم عن حاجات كتيرة أكتر يعني بس أنا حبيت أعيد الحديث عنه ونشوفكم على خير إن شاء الله وسلام اشتركوا في القناة